أقدم إحفائي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء من منصبي تركة ثقيلة بحجم النجف ومكانتها الدينية والسياسية خلفها محافظها المستقيل لوي الياسري مواصفات إدارية ومهام شتى لم ينسى النجفيون طرحها أمام بديل الياسري أبرسها يستفيد من التجارب السابقة ويكون مستقلا من الأحزاب التي آثت فسادا في المحافظة تردي في مختلف المجالات الخدمية الاجتماعية الاقتصادية الصحية وكثير من الأفات الأخرى إيجاد الحلول وإيجاد المبادرات والمساعدة على جلب الاستثمارات التي تنفع المصلحة العامة للمواطن النجفي معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة فضلا عن الشجاعة في تقديم ذمامه المالية شروط أساسية حددها أهالي النجف المرشحي لمسك ذمام الأمور الإدارية في محافظتهم يقولون إن ذلك من شأنه أن يوفر قاعدة نجاح رصينة لمهمه الموكلة له أساس الحكومة الشعب إحنا أساس الحكومة أنا أريداً من يجيني المحافظ ويجيني من ذول الإختصاص يعني لجنة الإعمار لازم تجي كلها مهندسين مدنيين مواكبين العالم مواكبين البناء هذا إحنا نطلبه حتى لا نكرر أغلاق أغلاق السابقة لأن إحنا 17 سنة كل شي ما طلعنا بالنجف لا أكو بناء بناء تحتها صفير كهرباء صفير نريد كل الأمور اللي تكون بالنجف لازم تكون مستقلة لأن الأحزاب ما وصلتنا بنتيجة الأحزاب عنصرية مع بعضها والناس اليوم ذوي العقول ما وصلتوا إلى الأحزاب بنتيجة يعني أنا اليوم نريد النجف تتطور أجيب النخب والناس المستقلة والناس اللي عدها براءه اجتماعات مكثفة لوجهاء النجف وعيانها توقدوا بشكل شبه يومي في المحافظة وذلك قبيل حسم منصب المحافظ الذي ينتظر منه الكثير مهام جسيمة تنتظر المحافظ الجديد للنجف التي يصب أهلها إلى واقع مغاير يحقق الإصلاح المنشود على مختلف الصعد من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر